السلام عليكم ورحمة الله أنا هشام من قناة مختصر الزراعة إخوتي الكرام كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك عاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات وبها المناسبة الكريمة بدي أعلمكم طريقة زراعة أحواض الخضروات الحوليات مثل البقدونس ومثل الجرجير والفجل وإلى آخرهم أولا إخوتي الكرام نحتاج إلى عمل حوض في مكان مشمس هذه النقطة جدا ضرورية إنك تنجي مكان مشمس جيدا لأن الأشجار الآن بمبين إنه تحتها شمس لأنها فقط عيدان وزهور ولكن كمان شوي بتطلع أوراقها فبالتالي بيصير تحتها ظل انتبه لهذه النقطة كويس عشان تنجح زراعتها بنا نسوي أحواض بعرض 50 سنطي وبطول مترين يعني طول هيكون مترين أما العرض تبعها بكفي 50 سنطي وهاي المساحة مع تجربتي كافية جدا لأي بيت النيونك الورقيات طيلة الشهر المبارك الآن إخوتي الكرام وبعد عمل الحوض نقوم بنكش الحوض من الداخل مثل ما أنتم لاحظين ونخلي التربة طرية جدا ونحاول نمشط الحجارة الكبيرة وكتل التراب الكبيرة من هذا الحوض بحيث يصير التربة ناعمة وسهلة للبذار وجاهزة لبذار الحشاش الآن أخوتي الكرام الخضرات اللي بدنا نزرعها أو الورقيات الفجل والكزبرة والبقدونس والريحان للأكل وأيضا الجرجير الريحان أحيانا بسموه الحبق وأيضا بدنا نزرع البامية وبدنا نزرع الفقوس هذا البامية والفقوس تزرع على شكل خطوط أما الأشياء الورقيات تزرع على شكل أحواض تبذر بذار في الأحواض يمكننا عمل عدد الأحواض الذي نحتاجه بالكمية اللي منحتاجها يعني قد ما فيه عندنا بذور نعمل أحواض وهذا الشيء مفتوح اختار الأحواض وكمية الأحواض اللي أنت بتحبها بالنسبة لبذار الأحواض نقوم بملئ أي سطل من التربة العادية ونقوم بوضع البذور في هذا السطل ومن ثم نقوم بخلط هذا السطل بشكل جيد كمية البذور الموضوعة هي كمية تقديرية أنت تقدرها على حجم الحوض الموجود عندك نقوم بخلط التربة جيدا مع البذور حتى يصير فيه تمازج لما نجي نوزعها على الحوض نحن نسوي هذه العملية عشان البذور ما تصير قريبة من بعضها هذه طريقة بذار البذور بشكل متباعد عن بعضه وإذا بذرنا البذور بشكل قريب راح تظل الأوراق قصيرة أو صغيرة وإذا زرعنا مثلا فجل بتظل الرؤوس صغيرة هذه الطريقة بتضمن لك أن البذور تكون بعيدة عن بعضها وبالتالي تحجم ويسرلها أحجام جيدة وهذا الشيء لا ينطبق فقط على الفجل ينطبق على جميع الورقيات أيضا فالجرجير لو زرعناه متقارب راح تكون أوراقه صغيرة أما إذا زرعناه بشكل منطقي متباعد فراح تكون أوراقه جيدة أنا كونه عندي خبرة بقدر أبذر البذار بعيد عن بعضه في إيدي العادية اللي عنده هذه الخبرة يتوكل على الله والله يبرك لكم في مزرعاتكم هذه بذور البقدونس نقوم بزراعتها بنفس الطريقة وانتبه البقدونس لو كان قريب على بعضه شوي ما في مشكلة ولكن انتبه أن بذوره جدا صغيرة انتبه في طريقة البذار وزع على الحوض تبعك بهذا الشكل هذه بذور الجرجير المليء بالفوائد واللي راح تخلي صفرة الإفطار مليئة بالبروتين ومليئة بالحديد والألياف والفوائد فأنا بنصحكم جدا زراعة هذه الخضروات إخوة الكرام اللي نصحتكم فيها الكزبرة الجرجير الفجل كلها سهلة وسريعة البقدونس كلها سهلة وسريعة النموم وانه هون لشهر رمضان إن شاء الله أول أسبوع بتكون تأكل منها هذه بذور الحبق أو الريحان تبع الأكل اللي ورقته واسعة انتبه أنك توسعه كثير عن بعضه لأنه هذا بيطلع كأشجار يعني كشجيرات كبيرة عرفت عليه فما بيطلعك نبتات صغيرة فبعده عن بعضه بشكل ولا تنسى تقليب التربة بعد كل بذار تقوم ببذره التقليب بيصير بشكل بسيط يعني شبه فعفلة فقط تقلب التراب بهذا الشكل لا تحط كمية تراب كبيرة فوق البذور حتى ما تطول في الإنبات حتى إنها تنجح وتطلع عندك بسرعة أخيرا وليس آخرا أخوة الكرام بالنسبة للرأي يكون بشكل رذاذ ولا يكون البربيش أو خرطوم المياه مثل ما أنتم ملاحظين رش فقط نرش البذور وانتبه إنك تسوي برك شايفين ترطيب انتبه إنك تسوي برك لأنه البرك راح تعمل على تغيير مكان البذور اللي أنت وزعتها وبالتالي تتجمع البذور في مكان واحد وتنبت بشكل سيء وتكون أوراقها صغيرة فأعمل رذاذ وبالبداية إذا كان الجو مشمس قم بري هذا الحوض كل يوم الصبح مرة بتكون بريه كل يوم الصبح مرة إذا كان الجو في أمطار مثل الأيام الحالية ارويه على حسب جفافه يعني كل ما تحسه بلش ينشف وفيه تشققات اعمل على ريه يفضل الري الصبحيات عشان ما تمر عليه فترة الظهر إن شاء الله خلال أسبوع زمن تبلش تشوف الإنباتات باستثناء البذور اللي بتطول شوي في الإنبات مثل البقدونس آخر شيء أخوتي اللي كمان بدي أحكي لكم عنه وهو الفقوس وزراعته سهلة جدا وحتى ما بده مي كتير هذا بنزرع على مياه الأمطار بتكون متبقية في التربة نقوم بوضع بذرتين من الفقوس في كل مكان ونبعد تقريبا خمسين سانتي ثلاثين أربعين سانتي بين كل بذرتين وبذرتين والبذرتين عشان لو طلعت شتلة القوية نخليها والثانية نشيلها ونخليها ما في مشكلة المهم بذرتين بذرتين على خط طويل مثل ما أنتم لاحظين بدود وهذا البدود نقوم بريه بالماء قبل الزراعة مختلف عن الأحواض الأحواض أول شيء زراعة ثم رش بالماء أما البدود نقوم بريه وفتح الماء فيه ومن ثم نقوم الزراعة فيه والبامية تزرع بنفس الشكل بذرتين بذرتين بطول خمسين سانتي أو ببعد أربعين سانتي ما يقدر يعني تقريبا من ثلاثين لخمسين سانتي وبس إخوتي الكرام هذا كان كل شيء لمقطع اليوم أتمنى أنكم استمتعتم واستفدتم بهذا المقطع أتمنى أن ننسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أتمنى أن ننسى الاشتراع في القناة كنوم من الدعم والتحفيز بارك الله فيكم كان معكم أخوكم إشاء من قناة مختصرة الزراعة سبحانك اللهم وبحمد نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك طبعا يا جماعة هذا الفيديو أنا قاعد بسجل في الصوت موجود فوق الفيديو لأن الصوت الأصلي تبع الفيديو للأسف خرب في التصوير وأنا كنت أصور عند دار ناس يعني الواحد من حرج يرجع يصور كمان مرة في بيتهم فسامحوني